اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلا فلوس بلا كرتونة بلا اي شيء بس عايزين دولة نقية عايزين بلد جميلة وتفضل بلدنا مصر وتعيش يا مصر وتح يا مصر اما الحدث التاني الكورونا فاحنا متابعين معاه وبنحافظ على نفسنا النهاردة وممطلق الشباب سميت حلقتي يلا يا شباب تعالوا يا شباب نشوف الشباب الحلو الجميل تعالوا نشوف مصر بشكلها الحلو ونقول معنا ضيف اتحاد طلبة معنا ضيف اتخرج من الجامعة ولكن بيدي بكل تقطوب لمين؟ للشباب اللي جاي وللشباب اللي كان زي واللي محتاج معلوماته معايا أستاذ أحمد عاطف أستاذ أحمد عاطف كان من اتحاد الطلبة جمعت عين شمس بكل التجارة ومازال وبيشتغل برضو في إحدى الشركات الكبرى ربنا يوفقه ويكرمه بس حبينا نستغل خبراته ضيفي وضيفكه أستاذ أحمد عاطف أحمد أحمد الله ومشرفنا مع حضرتك الحمد لله تمام منورنا ومشرفنا شرف ليا طبعا ما نخلى حضرتك ممكن تقول لي يعني إيه التحاد طلبة كده ببساطة هو أولا إحنا بنكلم عن حاجة اسمها نشاط طلبي المشاط الطلبي دي هو مبارع مجموعة من الطلبة عملت النشاط بتاعها سواء في مدرسة أو في كلية إحنا دلوقتي بنكلم عن مشاط الطلبي للجامعات لأنه هو موضوع أشمل بكتير المشاط الطلبي ده بيقوم عن طريق قناعة شرعية اللي هو التحاد الطلبة اللي خارج سألتين عليه حلو فالتحاد الطلبة ده هو ممثل الشرع للطلبة في الكلية كلها قدام إدارة الكلية قدام جميع كليات الأخرى هو ده المنبر اللي بيعرف منه الطالب يتكلم بيطلب مطالبه بقى سواء عايز كرنهات سواء عايز تصبطات في الكلية سواء عايز يعرف موعيد نتائج سواء 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 فالتحاد الطالب هو القناعة الشرعية اللي الطالب بيتكلم فيها مع عدارة الكلية بسهولة حلقة الوصل ما بين الطالب اللي لسه داخل الجامعة وما بين الإدارة العليا للكلية مظبوط كده حلقة بسيطة بريتش كوبري كده بينتقل منه الطالب عشان يعرف يوصل إزاي صحك ده الحاجة الأساسية تمام عرفت كده معلومات يعني إيه أسرة فيه أسر جوه أسرة إيه يا ابني أنا عايز أفهم يعني إيه أسرة هو الاتحاد ده بيكون عندنا من سبع لجان اللجان دي بتعتبر هي لجنة فنية لجنة ثقافية لجنة اجتماعية ورحلات لجنة علمية لجنة الجوالة لجنة الرياضية ولجنة الأسر ودي الحقيقة بتسألين عليها لجنة الأسر دي هي اللي بينبثق من تحتها جميع الأسر الطلبية اللي هي بتعتبر ممثل الشرعي لتفعيل دور النشاط جوال كلية يعني زي ما احنا قلنا هو الاتحاد هو المسؤول عن النشاط وحلقة الوصل طب مين اللي بيبدأ يعمل الأنشطة دي هي الأسر الطلبية اللي هي مسؤولة مسؤولية مباشرة من لجنة الأسر الأسر الطلبية دي بينها منافسة شريفة جدا بتتكون أكنها شركة بسيطة بتبدأ تفتح عقل الطالب على سوق العمل بتبدأ تفتح عقل الطالب على المواهب اللي عندها فلجنة الأسر دي مثلا بتكون من إيه بتكون من استنى بقى واحدة واحدة علي واحدة واحدة أنت كلام 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 أنا عايزة أفهم كأم ابني أو بنتي داخل الجامعة وجاي يقول لي أنا هشارك في أسرة النجوم تمام بتعمل إيه أسرة النجوم هو لسه مش عارف تمام هتعمل إيه هتعمل له رحلات هتعمل إيه هتعمل ندوات تمام كده تكرمي طيب أنا شفت مجموعة من الصور المبشرة بالخير وإستاذ وليد دلوقتي مخرجنا الجميل هيطلع علي على الشاشة تمام الصور دي رحلات بس هتقدم له رحلة بس هتقدم له ندوة بس مظبوط هو ده الفكر بتاع الأهل في البيت قبل ما يعرف يعني أسرة وأنا بتكلم بقى أم أنا بقى فهمي بقى اللي بيحصل من المكان التافه والمكان الهدف حلو الأسرة الطلابية ونشاط الطلابية هو المكان الهدف هو المكان اللي الطالب بيخرج من بوطاقة التنوية العامة وفكرة أن أنت زاكر 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 عشان تجيب مجموعة عشان تخش الكلية اللي نبسك فيها تمام وافرحها ويعني وتنظر بيك قدام خالتك اللي بنتها كانت جايبة درجة دي وانت جايب درجة أعلى بتباها بتباها أن أنا مجموعة أعلى لكن لا إحنا الفكر بيبدأ يتغير الطالب اللي خارج من السنوية العامة ده بيبدأ أخش مجتمع جديد جدا ودائما إحنا بنعرف الكلية دي هنشوف الصور مع بعض يا سيد أحمد من غير قطع كلامك هنكمل وصف لي مثلا أن الصورة دي كان يومها إيه وعملته إيه الصورة دي كان معرض أسر طلابية كانت مشاركة جميع أسر الكلية بوجود عميد الكلية في الفترة دي دي كانت مسابقة ثقافية ما بين الأسرتين في الكلية عندنا يبقى أحنا كده عندنا مسابقات هو بين الأسر نظبوط المسابقة دي كانت ثقافية ثقافية بمعنى إيه ثقافية بمعنى بيبقى فيه ممثل من لجنة الأسر من إدارة الكلية بيبدأ يجيب بقول فايصل والحاكم ما بين الأسرتين بيبدأوا يسألوا أسئلة في مختلف المجالات مجال ثقافي مجال رياضي مجال علمي وفي الآخر الأسرة اللي بتكسب بيبدأ نقار رامل تيمي اللي كان داخل من خلالها ويبدأ ناخد صور مجمع ومشاركة بقى إدارة الكلية من عميد ورعاية شباب ولجنة أسر بيبقى حاجة تحفيزية جميل لجن ده يعني أنت بتقول لي كده إن إحنا بنعمل مسابقات ثقافية المجتمع الصغير ده هو حياتك اللي بتشوفها بره إنت دخلت الكلية الفرق إنه مقفول عليك أصوار بس بتعامل مع ناس كتير بطبقات مختلفة بعقول مختلفة بتعامل مع إدارة كلية بتعامل مع دكاترة كلية بتعامل مع معدين فإنت شفت الدنيا كلها اللي بره في بروشيكت صغير جدا مقفول عليك فلما تبدأ تخرج للحياة العملية بتبقى مؤهل تأهيل تام عشان تبدأ تتعايش مع ده لكن إنت لو دخلت الكلية زيها زي السنوية حضرت ومجرد إنك بتذاكر 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 خرقت متحان تخلصت هتخرج للحياة العملية يعني زي ما بيقولوا كده بتزاري الدنيا بتلتة شفيك مش عارف بالظبط كده فأنا ما عنديش خبرة طب أخطر مجالي أشتغل فيه طب أنا لو حد دايقني في شغلي أرد عليه إزاي طب لو مدير الدنيا تسك أنفزه إزاي طب لو أنا مسكتي تيم أقوده إزاي فده اللي إحنا بنساعد بيه الطلبة لما بتخش كلها من خلال الأنشطة الطلبية من خلال الأسر دي طبعا كلنا بنفتخر بده يعني كلنا بنقول للناس يعني أنا واحد زي زي أنا حاطت الفلسفية بتاعي إن أنا كنت أخه أكبر للأسرة كنت حاطت الفلسفية بتاعي أنا كنت أعوضه في اتحاد الطلبة يعني بيتحط الفلسفية بتاعي بالظبط كل المقابلات الشخصية في الـ لما بنقعد مع الـ دلوقتي ما بقاش خلاص زي زمان يفضل يقرأ إنت شغال فين وإسمك يو كده لأ إنت عملت أنشطة إيه في كلية إنت جربت تشتغل فين وإنت طالب إنت لو إنت تحطيت تحت ضغط تعرف تشتغل طب لو إنت قد تيم تعرف تقود تيم تعرف تكون مصيطر عليه هي دي الحاجات اللي إحنا نقدر نستفدها من نشاطة الطلبية يعني أنا أسفى إن أنا كنت بسفه من موضوع الأسر ما هو كل لك بعتذرلك وبعتذر قدام الشاشة كأم كنت بسفه من الموضوع ولكن بطريقتك دي لأ شابو ليكو بصراحة ده غير طبعا الحاجات إحنا برضو الطالب هو داخل خارج بين كابت مزاكرة سنوية زي ما احنا عفين السنوية دي هي فايصل في حياة الطالب فمنبدأ برضو لأ في برضو حتة الترويحة نطالب شوية زي ما حاك قلت في رحلات بس رحلات بقى مش هو الحاجة اللي نخاف عليها رحلات بإشراف جامعي معانا معيد من الكلية معانا حد من رعاية الشعب من الكلية بتطلع في إشراف تام لو حد من الاهل يحب بيجي معانا بيجي معانا فالموضوع بيبقى يعني لي حكم كواس جدا وعليه مراقبة كواس جدا وفي إطار الصداقة العادية خالص في نفس الوقت في الأنشطة الرضية في نفس الوقت الأنشطة الرضية دي مش بس قرية قدم وقرية يد وكذلك لا في ناس عندها مواهب في الشترانج ناس عندها مواهب في التنس طولة ناس عندها مواهب في الجري كل ده بميقدر نطبقه جميل أنا طالب سنوية عامة وداخل الجامعة ومش عارف أي حاجة غير الكتاب اللي كنت بذكر فيه وكمان مع الكورونا فكنت محبوس في البيت فما قبلتش حد طيب تنصحني بإيه؟ أول يوم رايح أقدم ورقي مش إلكتروني لأ ده أنا رايح أقدم ورقي بقى أنا هنا في الكلية دي مربوط أتعامل مع مين من أول ما دخل على البوابة لحد ما رجعتين البيت عايزين نتكلم في نقطة الأول طالب السنوية العامة أنا دايماً بقوله افصل حياتك بقى أنت خلاص انسى اللي فات كله وابدأ فكر أنك بتبدأ حياة جديدة بتبدأ قشخصية تعتمد على نفسك شاب راجل تبدأ تنزل حياة برجليك تبدأ تتعلم كتير جداً فافصل اللي فات اللي فات أنت كان غصباً عنك بتاخد أوامر زاكر ده عشان تنجح فلو زاكرت ده دي بدايتك الحقاية اللي فات كانت الأسرة ماما وبابا والعيلة وده غصباً عندنا كلنا كل أهلين خايفة علينا ملتزمين بالكوانين نهاية الحياة أنا كان حيلمي ما خورش كلية تجارة لما دخلت كلية تجارة أعملت وقف مع نفسي لأ أنا هبدأ أمانج حياتي وأمانج شخصيتي على كلية لانا دخلها إزاي أقدر استفيد من كلية أسمها كلية تجارة كلية تجارة مش بتطلع محاسب بس كلية تجارة بتطلع محاسب وبتطلع مرك تير وبتطلع سيلر بتطلع كول سنتر وبتطلع وظايف تير جداً طب أنا ليه ما استفيرتش من حاجي زي كدا نقطة الطالب السنوي بقى بالظبط هنفضل وراها وهنستضيفك مرة واثنين وعشرة عشان نفهم ولادنا وشبابنا إزاي يتعامل مع الحياة مع الكلية؟ مع الحياة بالظبط أنا كنت سعيداً شرف لها طبعاً بوجودك وتشرفت بيك ومعلومات شيقة وجميلة ونتمنى نشوفك في لقاءات تانية كتير شكراً لها ونشوفكم نستفدنا منها شبزن الله سلام فاصل ورجع لكم على طول لو تروحوا في أي حتة